السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة المسفيوية اليوم نحضر معكم واحدة مورقة شيشة لديدة ومورقة بحشوة مالحة بمقادير مضبوطين وكنتنجح معك من اول مرة دي رأيدي ليها نوجد هذه المائدة الافطار في رمضان ان شاء الله والشوصون حضرتهم من نفس العجين جاءوا مورقين نتمنى الفيديو اعجبكم اشاركم على اصدقاء والاحباب لا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي يوصلكم اي جديد واعجاب اللي اعجبكم في الفيديو واخذوا لي اعجاب نضوزوا المقادير والطريقة في نفس الوقت في القصرية درت اربعة الكيسين نضع الطحين الممتاز اربعة الكيسين بالعبارة دي الكيس العنبة يعني 400 جرام دي الطحين وفي ايناء اخر درت نص معلقة دي الملح اللي بغى الملح اللي بغى الملح العجين اللبات الجيمال هي دير معلقة صغيرة معلقة صغيرة دي السكر سنيدة معلقة صغيرة دي الخل بيضة كاملة ونصف كاس دي الماء يكون في التلاجة يعني يبارد مزيان نخلط الخالط مزيان نضوز هذا الطحين اللي عدي كناخد 250 جرام دي الزبدة دي الطريق ناخد تلدة وكنشد الحكاكة وكندنهز الطحين وكنحك باش هذا الزبدة تلبس لي بالطحين على هاد طريقة مشروحة في فيديو حتى كنكمل الزبدة دي كاملة كنحاول نلبس هادك الزبدة بالطحين غير برؤوس الأصابع ديالي وكنناخد هادك الخليط اللي درت كنعجن به هاد العجين العجين طريقة باش كنعجن كنعجن برؤوس الأصابع يعني غير كنجمع كنحاول نحتافض بالزبدة كما هي تبقى لي في العجينة كنتم تشاهدون في الفيديو كنجمع غير برؤوس الأصابع كنحصل على العجينة تكون مجموعة ولكن غير مدلوك وكنستعلم بدك نصف كاس ديال الماء اللي يبقى عدي كل مرة كنلوح قطيرات ديال الماء ما نحاولوش نكتر الماء وكنجمع على شكل كورة ما كدلك موال غير برؤوس الأصابع نحاول ما أمكن لكي نحصل على هذه العجينة ناجحة لأنها لا ندلوك نهائيا غير كنجمع نحصل على العجينة مجموعة هنا سلالي نصف كاس وبقى من جمعتها نزيد أربية الكاس نزيد غير قطارات كاملات وبرؤوس الأصابع كنجمع خاصة تجيني نعجينة محبب بها يعني ممدلوك موال غير مجموعة مرة مرة كنزيد قطارة ديال الماء يعني هاتهزلية هنا يا كاس واربع ديال الماء صافي كنجمعها نحاول ندخل هذا هذا الدحين اللي بقى لي كندخله في العجينة بلا ما نزيد الماء وما كندلك شغير كنجمعه هذه العجينة اللي حصلت عليها كناخدها وكنديرها فوق من البطاجي وكنحاول أنني نبسطها كنستعمل بشوية ديال الطحين وبالمدلك وكنبسطها بشكل عشوائي كنشوفوا العجين كنتبقى بينا في الطحين كنديرها على شكل ثلاثة القطع كنلف قطعة الأولى وكنديرها على القطع اللي في الجنب وكنديرها على الوسطينية بشكلها مقاد كنديرها في بلاستيكا كنحتفظ فيها في التلاجة وكندوز نوجد الحشوة هنا في المقلة قدرت أربعة الوصلات شوية ديال الزيتون شوية ديال البزار وشوية ديال الملح شوية ديال السكنجبير شوية ديال الخرق ومعرق الملح كنقلي هاد البصلة مزيان كنضيف لها الكبرة ديال الجيج شديتها وصلقتها مع شوية ديال التومة ورقة سيدنا موسى قطعتها وضفتها للخليط ديالي وستلقصبر ولمعدنوس وكنخليها تشحر مزيان مع هاد البصلة وكنخليها تشحر مزيان مع هاد البصلة بعد ما تشحرت لي هاد الكبدة و هاد البصلة كنزيد واحد البيضاء مخفوقة باش تجمع لي الحشوة وميكونش لي فيها الماء والحشوة ركت تبقى اختياري اي حشوة يمكنك تستعمليها يمكنك تستعملي حتى حشوة حلوة بحل الكريم باتيسياغ وسط من هاد المورقة نلع جيناخ ديتها قسمتها على جوج نصف كنديرو في تلاجة والنصف الثاني نورق نورق بشوية الطحين ونحاول ما امكن ان نعجينة لكي تجيني فيها هاد الكبدة لا تكون شرقيقة تكون قليلا غلية في الصمك وكتبالي ان الزبدة باقي كتبان نقرب لكم الكاميرا لكي ترى ان الزبدة باقي كتبان في العجينة وكتحسوا بالعجينة طقيلة بذلك الزبدة لا تكون قليلا لا تكون قليلا ونقرب لكي تجيني ونقرب لكي تجيني لكي تجيني على شكل دائري نقطع الجواني ونقرب لكي تجيني 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 لكي تعمل لكم جيدا نأخذ نفس القطعة التي قمت بها و بنفس الطريقة نضيفها بالعجينة نضيفها بالعجين نحاول نضغط الجوانب نستعن بسكين والإصبع ديالي و نضيف هذا الشكل نتفعل العجينة بالإصبع ديالي و نقطع نحاول لا نسرع الفيديو لكي ترى الطريقة نتفعل العجينة بالصبع و نضرب الموس الذي يريد أن نضيف الفورشيت و يمكن أن تضيف الماء على الجوانب العجين لكي تضيف العجين نحاول نأخذ سكين و نقوم بسكين نقطعها و ينصح و أخبره و نأخذ يكفي ضيئ و نحاول يجب فران يكون سخون على درجة 20 درجة سخون ممتاز و أن نضيف له المورقة و نخفض الحرارة أكيد و نجعلها أكيد الغاز يكون سخون جيدا على درجة مرتفعة حتى يدخلها مورقة ونجعل العافية متوسطة لا نقص لها لا تنفخ لها فران يكون سخون الغاز يتبقى لها لا تنفخ 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 لها تقريبا نص سنتيم في العجين في السمك نأخذ أي قطعة ونستعين بشوية الطحين في التوراق كنقطع لي شوصون ديالي كيكونوا شوية اغلاد لان باقي عنهم نبسطهم شوية بالمدلك على شكل طولي نضح لها نضح شوية على الجوانب من بعد الضحين نضح لها نضح من بعض الأشخاص في الجوانب من بعد نضح نفخ ونضح عن الجوانب نضم ونحاول أن نضح لهم بغازة اللحم وندهنهم بصفار البيض مع حليب وندهن تحت الفطيرة بصفار بيضة مخلط مع حليب وندهن البافو فوق منهم وبالنسبة للفطيرة خليتها عادية المثلات فيها سمسم ومثلات فيها ججلان فيها ججلان ومثلات فيها البافو انا خليتها بحركة فطيرة مني طابت ليارة تكون على هذا الشكل تكون مرق البنات وشيشة وحشوة مع الكامل داخل طريقة الطياب تلعب دور الفران ضروري يجب أن يكون سخون جيدا على درجة مرتفعة من هنا ندخل الفطيرة نطفع الفقينة ونجعل الفطيرة تنفخ تبالية التنفخات نقص 1 درجة حرارة ونجعلها متوسطة ونجعلها بطيب على خطرها نفس الطريقة التي ترونها أنا دخلتها في طاوة واحدة نحاول أن نقطع معكم واحد القطعة لكي ترون طرقها من الداخل وترون تعليق الحشوة تأتي بنات زوينة ومضاق هائل نحاول أن نقطع ونوصل العجينة التحتينية نقطع الحشوة من الداخل ومضاق الحشوة من الداخل من الداخل والتوراق رهبين القرمشة وغزالة البنات والعجينة رأيها ربعة الكسان ديول الطحين خرجت لي فاطاعة حجم متوسط وخرجت لي للشوصون جاءوا حتى هم مورقين وخات العجينة غير ديول الجوانب شوفوا كي جاءوا هده للشوصون شوفوا تقرميشة وسمعوا تقرميشة ديولهم حتى هم مايو التوراق جربوها البناس بعينيكم مغمضين راساه لو زوينا نتمنى الفيديو يعجبكم إلي عجبكم شاركوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ونتمنى تخلو لي تعليق وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر